اشتركوا في القناة بنك صفوة الإسلامي المناصير للزيوت والمحروقات العملاق مش كل من نظف عملاق حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المركزية وكلاء تويوتا وليكزس مجمع الملك الحسين للأعمال مساء الخير متابعية تقص العرب نقدم لكم النشرة الجوية الرئيسية للأردن تأثرت المملكة خلال اليومين الماضيين بمرخفة جوية تم تصنيفه على النوم من الدرجة الثانية واطلت زخات من الأمطار ولله الحمد في عموم مناطق المملكة تركزت على منطقة الشمالية والوسطى نستعرض ويكم كميات الأمطار المسجلة على المملكة حتى ساعات صباح يوم الأحد سجلة إربية 15 مليمتر عجلون 16 مليمتر الصالة 18 جرش 13 المفرق 2 الزرقاء 5 مليمتر الرويشد مليمتر 1 غرب العاصمة عمان حوالي 18 مليمتر شرق العاصمة عمان 13 مليمتر مأدبة 80 مليمتر الكارك 3 مليمتر الطفيلة مليمتر 1 أما العقبة ومعان لم تسجل أي كميات من الأمطار نستعرض وإياكم الآن السور الأقمال الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم الأحد يلاحظ استمرار لاندفاع الرياح الغربية النشطة من البحر الربية المتوسط باتجاه المملكة تعمل على تحمل معها كميات من السحب المنخفضة باتجاه بلاد الشام منها المملكة وبالتالي يستمر فرص تشكل الضباب فوق القمام الجبلية العالية وأيضا فرص هطول بعض زخات الأمطار المتفرقة على المنطقة الشمالية والوسطى بفعل هذه الرياح الغربية التي تتهب على المملكة أستعرض الآن وإياكم خرائط الرياح المتوقعة خلال يوم غد الاثنين بحاول الله حيث يتوقع أن تبدأ أو تنشط رياح شرقية بالهبوب قادمة من الأراضي العراقية والسعودية باتجاه المملكة ناتج عن تمركز لمرتفع جوي فوق الأراضي السعودية يدفع بهذه الرياح من الأراضي السعودية باتجاه المملكة وبالتالي تزيد هذه الرياح الشعور بالبرودة كونها رياح من ضعيف إلى المعتدل السرعة أيضا رياح جافة بالمجمل تشتد سرعتها خلال ساعة ظهيرة يوم الاثنين لكن تبدأ بالتراجع تدريجيا خلال ساعة المساء تضعف وتخف خلال ساعة الليل تتحول الرياح مجددا إلى غربية وتتلاشى تأثيرات هذه الرياح الشرقية نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحال الجوي المتوقع على العاصمة عمان خلال ثلاث أيام القادمة تقص مستقر بالمجمل في عموم المناطق يومي الاثنين والثلاثة والأربعة لكن تبقى الغيوم المنخفضة تؤثر على المنطقة الشمالية والوسطة منها العاصمة عمان خلال يوم الثلاثة 13 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى 6 درجات مئوية كحرارة صغر مع فرصة لتشكل الضباب يوم الثلاثة يستقر الطقس في العاصمة عمان لكن تتجدد فرص حطول زخات الأمطار المتفرقة على المنطقة الشمالية يوم الثلاثة مع بده هبوب لريحة غربية رطبة على تلك المناطق تسجل الحرارة العظمى في العاصمة عمان 12 درجة مئوية فرصة لتشكل الضباب مجددا يوم المساء وليل الثلاثة مع 6 درجات مئوية فقط كحرارة دنيا يوم الأربع يستقر الطقس في عموم المناطق ترتفع درجات الحرارة تلامس معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام 14 درجة مئوية فقط في العاصمة عمان 8 درجات مئوية ليلا في العاصمة عمان مع طقس صافي بالمجمل كملخص الحالة الجوية التي تستعرضنا وإياكم في نشرتنا الحالية كما ذكرنا يوم غد الاثنين يحشرق يتزيد من الشعور بالبرودة أيضا هناك استقرار على الطقس خلال يوم الاثنين وأيضا الثلاثة والأربعة لكن تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار المتفرقة يوم الثلاثة على منطقة الشمالية أيضا هناك ضباب متوقع فجر وصباح يوم الثلاثة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة السطحية كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء اشتركوا في القناة